الراديو 9090 هواها مصري احتاجه اديره لحد نفسي مثلا متخصص طب نفسي اطفال عشان خاطر يعالجه من فكرة ان الموضوع بقى تعلق يعني مش طبيعي وبين ان انا اعرف ان هو بس شبطان عادي طفل وماسك في الحاجة شوية وانا اللي محتاجه اعمله افرق ازاي? هو الحقيقة ان الموضوع اللي انت بتكلم فيه فاطمة ده هو موضوع فعلا يعني اصبح مصير للتشوش جدا وللارتباك جدا ما بين ان الاطفال بيجدوا وسائل وطرق وبيبقوا خبرة يعني في الالعاب الالكترونية اكتر مننا اكتر مننا احنا لكن احنا انا دايما نقول انه نعرف ازاي هتعرف ان انت ببساطة بتحطي الرولز بتحطي القوانين ما هو ما فيش حاجة اسمها ام تقول على ابنها مدمن لكذا هي بتصبغ عليه او بترمي عليه الصفة اللي هي وكأنها هي خلاص بتطلع نفسها من معادلة الحل يعني فهمها قصدي اللي هو كأننا انا مش هقدر بقى على الموضوع لا حضرتك تقداري وبابا وكل الافراد الاسرة يعني انكم ببساطة يعني افتكروا كده ان احنا ما هو فيه اطفال بقى بنفس القياس ممكن يكونوا مدمنين فرجع التلفزيون هل بيقعد 24 ساعة فرجع التلفزيون ممكن يكونوا مدمنين لعب في الشارع هل بيقعدوا لطول اليوم في الشارع ابدا احنا الكبار اللي بنحط القوانين تمام لما نلاقي الطفل ابتدى يتصرف تصرفات غير سوية للحصول على الشيء اللي هو عايزه يبقى ساعتا احنا عندنا مشكلة ونلجأ ساعتا لطب نفس الاطفال بمعنى ايه ان انتي مثلا حطيتي الموبايل او التاب ده في مكان وقفلتي عليه تمام كده وقلتي للطفل ده ممنوع احنا مش هنستخدم ده الا في وقت محدد والوقت ده هنتفق عليه انا وانت تمام لما تلاقي الطفل بقى مش بيجي يطلب منك لا ده هو بيتحايل وبيروح وبيدور وممكن ياخد المفتاح ده مثلا من شنطتك علشان يروح يفتح من وراك علشان يطلع البتاع لا يبقى هنا في مشكلة فهمتي يا قصدي تمام يعني فكرة ان احنا بنحط رولز مبدئيا او بنحط القوانين وبنشوف رد فعل الطفل لو كان رد الفعل بقى الاريافة والتقل الدم والكلام ده كله ان الطفل يبقى غلس او كده ده مقدور عليه بالمناسبة لان انت ممكن تستدرجي ناحية مناطق تانية يبقى يكون عنده فيها شغف انما لما هو يبتدي بقى يتصرف تصرفات غير سوية او سلوكيا غير غير سوي علشان يحصل على الشيء لا يبقى هنا فيه مشكلة فهنا لازم نطلب المساعدة وتحديدا لعبة بابجي الحقيقة أنا شايفها لعبة غريبة عنيفة جدا وغريبة ويعني ومش عارف يعني يعني ليه فيه كده اهتمام بيها هرجع وقول تاني عشان مفيش بدائل يعني مفيش بدائل مسيرة للاهتمام عند الاطفال الاسرة يا جماعة انتو فاكرين لما كنا بنتكلم ايام الحظر في الاول وقلنا لما تعودوا كده مع بعض وعملوا اكلة مع بعض وعملوا كيك وقدوا للاطفال يزوقوا ومش عارف ايه وحاجات دي والله العظيم الاطفال بتحب الحاجات دي ما تتعلوش عليهم ما تقولوش ايه لا اساعة ولدنا ما بيحبوه على فكرة عادي الاطفال كلهم بيحبوا كل حاجة ده الكبار بيحبوا وبيتشغلوا ما تقولوش كده ايه ما تحسسوش نفسكم بالعجز انه ايه لا اصل ولادي مدمنة تكنولوجيا اصل مدمن مش عارف مفيش حاجة كده انتو مفيش مشكلة ملعاش حل